بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نستكمل ما بدأناه في مقرر مبادئ إلى في علم الفيزياء 101 فيز اليوم هنأخذ الواحدة التاسعة وهي تتضمن موضوع جديد ألا هو الخواص الحرارية للماد طبعا بالنسبة للحرارة كلنا بلا شك نحس بها حس بالحرارة ونلمسها ولكن هذا الإحساس ليس كافي عشان نعرفه إذن لابد من ترجمتها إلى تعريف دقيقة ومفاهيم محررة وكميات معينة قابلة للقياس ومن هنا بدأنا أو هنأخذ هذا الموضوع وهو الخواص الحرارية للمادة عشان نقدر نعرف الحرارة تعريف دقيق ونفهمها مفهوم دقيق ونحولها إلى كميات معينة وتكون قابلة للقياس الحرارة أولا هي بتصف رد فعل المادة من نحو درجة حرارة توصيل الحرارة درجة حرارة الغليان درجة حرارة الغليان التمدد والتقلص توصيل الحرارة عبارة عن قودة المادة على نقل الحرارة هناك مواد جيدة للحرارة جيدة توصيل الحرارة وديب تنقل الحرارة بشكل جيد فتمدد أسرع وهناك مواد رديئة التوصيل للحرارة وقودة المادة على نقل الحرارة زي هذه كفاءة المادة كفاءة المادة يعني كفاءة الآلة أنا لم يكون عندي دينامو أو مطور مثلا المطور ده هو عبارة عن جهاز يحول الطاقة الكهربية إلى الطاقة حركية وكفاءة هذا الجهاز اللي هو المطور هو عبارة عن الطاقة الناتجة اللي هي الطاقة الحركية على الطاقة اللي بدهاله اللي هي الطاقة الكهربية فدي كفاءة كذلك التوصيل الحرارة كذلك المادة المادة لما أنا أجيب أنا عندي مادة والمادة دي بسخنها تمام يعني بسخن طرف قدرة المادة على انها توصل الحرارة من طرف الى اخر كأنها كفاءة يعني انا عندي مثلا مادة زي كده ولتكون مادة جيدة التوصيل وعندي درجة حرارة T1 وعندي درجة حرارة T2 وT1 اكبر من T2 حتنتقل حرارة من T1 الى T2 عشان يبقى يحدث الاتزان الحراري قدرة المادة على نقل حرارة من الطرف الساخن الى الطرف البال كأنها كفاءة تمام الطاقة الحرارية بتعطي طاقة حرارية والدليل على ذلك ان احنا لما نتحرك ونجري جسمنا بيسخن يبقى اذا الطاقة الحرارية هي في النهاية بتؤدي الى طاقة حرارية الطاقة الميكانيكية تعطي طاقة حرارية ما هي الحرارية هي ميكانيكية ازاي نحول الشغل الى حرارة طبعا في الاول خالص كانوا بيعتقدوا انه احتدم النقاش من زمن طويل الى مفهوم الحرارة حتى توصل العلماء في القرن السابع والقرن السابع عشر والسامن عشر الى مفهوم السائل الكالوري كالوري طبعا ده بينص على ان الجسم الساخن بيحتوي على قدر كبير من هذا السائل والجسم البارد يحتوي على قدر كمية اقل وبالتالي لما يتلامس هزان الجسمان يسري السائل الكالوري من الجسم الساخن اي جسم البارد ولكن هذا المفهوم استمر طبعا فترة من الزمن لغاية ملاحظ رونفورد في انجلترا انه عندما يزقب مواصيل المدافع ودي طبعا بتبعه من كتلة حديدية الكتلة دية وكذلك المسقاب المستخدم يسخنان بشدة رغم انهما كان باردين في البداية وبالتالي نشأت فكرة ان الشغل هو حرارة يؤدي الى حرارة الشغل احنا بازلنا شغل كتلة حديدية بتسقب بنبزل شغل نشأت حرارة يعني الشغل تحول الى حرارة وكمية سابتة من الشغل تقضي كمية سابتة من الحرارة ولو عندينا كمية من الشغل مقدارها اربعة وتمنتاشر من مية جول تقضي كمية من الحرارة مقدارها واحد سعر يعني واحد سعر بسوى اربعة وتمنتاشر من مية جول لو بزغنا شغل تقدره اربعة وتمنتاشر من مية تمام يؤدي الى الى كمية من الحرارة مقدارها واحد سعر يعني طبعا السعر هو وحدة قياس الحرارة في النظام العالمي للوحدات تقاس كمية الحرارة بالسعر ازاي احنا بنجيس الحرارة الطاقة الحرارية اولا اجمالي هي الطاقة حرقية لجيئات المادة المادة عبارة عن جزئات الوحدة البنائية للمادة هي الزرة مجموعة الزرات الديني جزئ زي مثلا جزئ الهايدروجين اتشتوم او جزئ الاوكسجين او تو او جزئ الماء اتشتو او تمام من عنصرين مختلفين الهودروجين والاوكسجين هذه الجزئات تتحرك لما تتحرك داخل المادة بتبقى فيه طاقة حرقية طاقة الحرقية لجزئ الاول زائد الثاني زائد زائد مليارات عدد لا نهائي من الجزئات تدين في الاخر الطاقة الحرارية النظام وعشان يحدث اتزان حراري بتنتقل الحرارة من اعلى نقطة درجة حرارة الى اقل درجة حرارة عشان يبقى هناك فيه اتزان حراري درجة حرارة هي متوسط طاقة الحرارية لجزئ في المادة ودي خاصية سابتة على جميع الاحوال طيب ايه الفرق بين كمية الحرارة ودرجة الحرارة دائما نحن بنتكلم عن هذه المفاهيم كمية الحرارة يبقى كمية الحرارة هي الطاقة الكلية للمادة لكن متوسط الطاقة الحرارية للجزء الواحد في المادة يديني درجة حرارة لأن درجة الحرارة هي عبارة عن متوسط الطاقة الحرارية للجزء في المادة ودي خاصية سابتة على جميع الأحوال الطاقة الحرارية الحرارة هي صورة من صور الطاقة ما عندين احنا الطاقة الحرارية الطاقة الميكانيكية الطاقة الكهربية الطاقة الكيميائية الطاقة الضوئية الحرارة صور من صور الطاقة وبدأ يترفق معها حركة الزرات أو جزئات أو أي جسيم يدخل في تركيب المد كل الأجسام تتكون من زرات أو جزئات وفي حالة حركة دائمة وطاقة هذه الزرات تسمى بالطاقة الداخلية وهي تتناسب مع الطاقة الحريري الجسم وكما هو معلوم يمكن تحويل الطاقة من صورة إلى صورة أخرى الطاقة الميكانيكية ممكن نحولها إلى طاقة كهربية والعكس الكهربية إلى ميكانيكية كما في المطور الميكانيكية إلى كهربية كما في الدينامو المولد الكهرباء طبعا دي كلها الطاقة الحرارية ممكن نحولها إلى كهرباء معروف عن طريق أجهزة بسموها السير مكابل أو الازواج الحراري الزواج الحراري يمكن البعض منكم ما تعرش إليه لكن أهو ده عبارة عن كده وفيه هنا جهاز لما تكون هنا عبارة عن نقطة اتصال ونقطة اتصال من مادتين أنتمون مثلا وبزموت وهنا داجة حرارة تي وان أكبر من تي تو يعني هناك فرق في تجهة فرق في تجهة حرارة يؤدي إلى مرور طيار كهربية يعني انحراف المؤشر ده يبقى نحولنا الحرارة إلى الطاقة الحالية إلى طاقة كهربية والطاقة الكهربية ممكن تتحول إلى طاقة حرارية وهكذا يبقى إذن ممكن نحول الطاقة من صور إلى أخرى وبالتالي يمكن الحصول على الطاقة الحرارية من؟ الحصول على الطاقة الكيميائية عن طريقة تفاعلات كيميائية كالاحتراق تفاعلات كيميائية بيحدث فيها احتراق احتراق ده يؤدي إلى طاقة حرارية يبقى الطاقة الكيميائية حولناها إلى طاقة حرارية الطاقة النووية عن طريقة التفاعلات النووية كالاندماج النووي والمسال الكبير المسال يعني مسال واضح للاندماج النووي اللي ما يحدث ما يحدث بالشمس لأن طاقة حرارة خارجية للشمس على سطح ستلاف درجة مقوية والداخلية بالملايين ودية هذه الحرارة ناشية عن اندماج نووي او اندماج هيدروجيني لجزئات مكونة للشمس طاقة كهربية الطاقة الكهربية تحول الطاقة حرارية عن طريق الدفايات او السخنات الكهربية وغيرها الطاقة الكهربية مقاطسية كم يحدث في المايكرويف طبعا المايكرويف للأسف طبعا هو بيستخدم في في بيوتنا كتير لكن للأسف هو آآ آآ بيؤدي الى ان الطعام اللي بيستخدم في المايكرويف توسلات الابحاث انه طعام فاسد مش طعام فاسد الغرض منه انه طعمه مش كويس لا لو طعمه كويس لكن انزيمات الطمع الطعام مش موجودة ماتت لابا لان اذا بحط الطعام في المايكرويف المايكرويف فكرتها بانها اشعة ترددها عالي جدا 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 بملايين الهيرس تمام يسلط على زرات الهيدروجين الموجودة في الاكل في الطعام او في الماء بتاع الطعام تحتزي هذه الجزئات الهيدروجين موجودة في الطعام تؤدي هذه الزبزبات الكبيرة تؤدي الى موت الانزيمات وبالتالي طعام من غير انزيمات تمام طعام غير مفيد طاقة الميكانيكية زي الاحتكاك ممكن عكس بها ممكن نحاول طاقة الحرارية الى طاقة حرك بواسط احتراق الداخلي في محركات الديزل او الى طاقة كهربية بواسط محاضرة توليد الطاقة المحركات البخارية مع الدينامو معظم الكميات الفيزيائية التي يمكن اشتقاقها من كميات اساسية من كميات الفيزيائية الاساسية ستة التالية الكتلة المسافة الزمن شدة طيار شدة الصداء اضج الحرارة يبقى ضج الحرارة دي كمية فيزيائية اساسية الكتلة كمية فيزيائية اساسية وغيرها وده تكلمنا عنه في المحاضرة الاولى الوحدات والابعاد عند عند درس الحرارة كمياتها وطرق انتقالها وتأثيرها على اجسام نحتاج الى كمية اساسية معروفة بدرجة الحرارة ضج حاجة جسم ما هي مقياس لكمية الطاقة الحرارية التي يقتزنها الجسم ده تعرف يعني أنها مؤشر على مدى حركية زرات هذا الجسم وديه تحدد ما إذا كان الجسم سيكتسب مزيدا من الطاقة الحرارية أم سيفقد جزءا منها عندما يمس جسما آخر وعشان نعين دلاجة الحرارة الجسم نستخدم الميزان الحراري اللي هو السرموميتر ده عشان نعين دلاجة الحرارة كمية الحرارة هي مقدار الطاقة الحرارية التي يكتسبها أو يفقدها الجسم ويتتناسب مع كل من كتلة الجسم ده كمية الحرارة نرميزها بالرمز كيو وفرق دلتا تيل هو تي تو ماينس توان أو تي اف لفاينال تمبرشير ماينس تي اي لها الانيشال تمبرشير داجة الحرارة النهائية نقص داجة الحرارة الابتدائية وتي وان والتي و two هم داجة الحرارة الابتدائية ونهائية على الترتيب سابت التناسب سي يسمى بالحرارة النوعية يعني إحنا مدام الكيو اهي ادي الكيو تتناسب مع الام كتلة الجسم تتناسب كيو ايضا مع فرق ضجات الحرارة تي 2 ماينس تي 1 يبقى الكيو تتناسب مع ام في دلتا تي اللي هو تي 2 وثابت التناسب هو سي ده بيسمى الاسبيسيفيكهيد او الحرارة النوعية يبقى الكيو بيساوي ام سي تي 2 ماينس تي 1 طبعا وحدة كمية الحرارة تعرب بايه تعرب انها كمية الحرارة التي تلزم لرفع او خافض درجة حرارة 1 جرام من الماء درجة واحدة مأوية وحدة القياس في النظام الفرنسي بتقاس بوحدة السعر اللي هو الكالوري لكن في نظام الدولي تقاس بالجول وان طبعا الجول هو واحدة قياس اي طاقة سواء طاقة كهربية او طاقة ميكانيكية او حرارية هي الجول في نظام الدولي للوحدات الحرارة نوعية للمادة بانها كمية الحرارة لازم يرفع درجة حرارة واحد جرام من المادة درجة واحدة مقوية. لان بقى من القانون على طول اهو قد القانون هو المعادلة اللي كتبناها من شوية ام في السي في دلتا تي. القيو هي درجة الحرارة. الام كتل الجسم سي الحرارة النوعية. دلتا تي فرقة. يبا السي تساوي ايه? نه? كيو على ام دلتا تي. امتة السي تساوي الكيو? متى نقول والله السي تساوي القير. اهو انا سامع بعض منكم يقول لما تكون الام تساوي واحد ودلتا تي تساوي واحد. ده معناها ان هي كمية الحرارة اللي رفع درجة حرارة واحد جرام اهي ان دلتا تي بواحد. واحدة القياسة سعر لكل جرام درجة مقوية سعر لكل جرام درجة مقوية ده عبادة عن كمية حرارة ومهمة جدا السعر يعرف انه كمية حرارة لازمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من الماء درجة مقوية واحدة يعني من اربعتاشر ونصف الى خمستاشر ونصف السعر الحراريبه حاصل ضرب الكتلة في الحرارة النوعية اللي هما دولة يديني سي كابتال كبيرة كده اسمها السعر الهيد كباستي او السعر الحراري لجسم وده كمية الحرارة لازمة لرفع درجة حرارة الجسم درجة مقوية واحدة لان كنت قد اعلق الكو لو خدناهاك كده على اليسارالكو قلنا بيةساو الام في السي عبارة عن سي كابتال في دلتا 레�خ في ديلتا تي يبعد سي كابتال لليسال لحي بساو الكو على دليتا تي امتى تساوي السيد تساوي كو زي ما قلنا في التعريف الحرارة النوعية امتى السيد تساوي الكو لما الام بيساو واحد والدلتا تي هنا بيساوي لما يكون دلتا تي بساو واحد يبقى هي كمية شوف كده مفيش حاجة اسمه واحد جرامبا للجسم يبقى تعريف السعر الحرارية اللي هي الاس خليها اس دي مع معلش تمام اس لجسم بانها كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم درجة مقوية واحدة وقياسة سعر لكل درجة مقوية طبعا السعر الحرارية هي خاصية للجسم اما الحرارة النوعية فهي خاصية للمادة هنكمل المرة القادمة ان شاء الله في جزء جديد اهو الا هو التمادد السلام عليكم ورحمة الله